ممثل الكرة الجزائرية في النسخة الحالية من رابطة أبطال إفريقيا سيكون صباح الجمعة على موعد مع رحلة شاقة نحو أدغال القارة الصمرة رحلة سيلعب فيها الاتحاد منشط النهائي آخر أوراقه بعدما رهن حضوظه خلال مباراة الذهب بقلعة عمر حمادي أبناء السستارة أكيد لن يتنقل إلى مدينة لوبومباشي من أجل النزهة فقط فخصالة ذهب النهائي رابطة أبطال إفريقيا أمام تبي مزنبي لا تعني نهاية العالم ولا تعني أن الاتحاد لم يقدم مشوارا طيبا في أقوى المنافسات القرية هي عبارة يحاول الطاقم الفني والتقن لاتحاد العاصمة ترسيخها في أذهان اللاعبين قبل الانطلاقة صباح الجمعة فتحضيرات الاتحاد تعلقت أساسا بالجانب النفسي دون إهمال الجانب البدني والطاكتيكي خلال الحصص الأخيرة التي جرت بملعب عمر حمدي ببلوغين والتي شهدت تعرض اسم آخر في تشكيلة حمدي للإصابة وتعلق الأمر هذه المرة بالمدافع مزاري الذي تأكد غيابه عن النهائي بعدما تأكد غياب كل من مفتاح خوالد والعرفي بسبب العقوبة وفد اتحاد العاصمة الذي سيتنقل إلى لوبومباشي لن يشمل التشكيل التي ستلعب فقط بل سيتنقل اللاعبون الغير معنيون على غيران مفتاح وخوالد من أجل رفع معنويات زملائهم في إفريقيا إذن عقارب ساعة الاتحاد ذبطت على موعد الأحد بمدينة لوبومباشي فهل سيفعلها المدرب حمدي وأشباله ويعودون بالتاج الإفريقي رغم صعوبة المهمة أم سيكتفون بدور وصيف بطل القارة الصمراء ترجمة نانسي قنقر